الإسلام حرم أكل لحم الخنزير طيب السؤال هل الجزيرة العربية فيها لحم خنزير فيها خنزير أصلا ما فيش في الجزيرة العربية خنزير طيب الإسلام حرم لحم الخنزير لإن الإسلام بينقلم اليهودية واليهود حرموا لحم الخنزير طيب اليهود برضو حرموا لحم الخنزير ليه لأنهم كانوا بينقلوا من الدين المصري القديم اللي نقلوا منه اليهودية طيب في الدين المصري القديم لحم الخنزير كان محرم طب لحم الخنزير كان محرم في الدين المصر القديم في حضارة المصريين القدماء اللي هما ما يسمى بالفرعنة ليه بقى لأن ست إله الشر يعني تخفى في شكل خنزير وفقع عين حورص الإله حورص فعشان كده المصريين اعتبروا الخنزير رمزي لإله الشر وحرموا أكله ونقلوا منهم اليهود ونقلوا منهم محمد والمسلمين باتباع خلاص